شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 37 بعد المئة التحضيرية للدورة 36 المقام المجلس الأعلى والذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد أدل معالي دكتور عبدالطي بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتصريح في ختام الاجتماع أكد فيه على إدانة أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المتعددة التي شنها تنظيم داعش في العاصمة الفرنسية باريس في الثالث عشر من الشهر الجاري والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين الأبرياء وأعرب وزراء الخارجية عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية الصديقة في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم بأسرى إلا تصميما على مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الإنسانية وأشار معالي الدكتور عبدالطيب من راشد الزياني إلى أن أصحاب السموي والمعالي وزراء الخارجية بحثوا خلال اجتماعهم مسيرة العمل الخليجي المشترك والموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية التعاون والتكامل الخليجي والتي تم إنجازها خلال الدورة الحالية وكذلك التقارير المرفوعة من اللجان الوزاري المختصة والأمانة العامة للمجلس كما عقد الوزراء اجتماعا مشتركا مع سعدة السيد مبارك الخاطر رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء من الهيئة لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى مقام المجلس الأعلى بشأن عدد من الموضوعات التي سبق أن كلف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها في دورته الخامسة والثلاثين ترجمة نانسي قنقر